اول بنية تحتية على اعلى مستوى من التكنولوجيا فين؟ في مصر في العاصمة الادارية الجديدة يعني ايه الكلام ده؟ خلينا نعرف مع بعض او ناخد جولتنا النهاردة ونبدأها مع بعض ونشوف مركز ادارة المدينة اللي بيتحكم في كل حاجة في العاصمة الادارية الجديدة وكمان نشوف مع بعض مشروعات الكهرباء اللي تنفزت بالفعل تعالوا ان احنا نشوف جولتنا ونتعرف على كل ده مع بعض النهاردة خليكم معنا دلوقتي احنا موجودين في مركز تشغيل العاصمة الادارية الجديدة طبعا كلنا سمعنا عن مركز ادارة العاصمة الادارية الجديدة مركز التحكم والسيطرة والبيانات هنعرف كل التفاصيل اكتر ونتعرف على الكطاع التكنولوجي في العاصمة الادارية الجديدة وهنتكلم ونفهم اكتر بالتفصيل مع المهندس جمال رمزي نائب رئيس كطاع التكنولوجيا مساء الخير يا فنس طبعا احنا سعادة احنا متوجدين معاكم النهاردة بنشوف كل التفاصيل الجديدة والتكنولوجيا والمدينة الزكية في العاصمة الادارية الجديدة وحب حرك تشرح لي يعني ايه كطاع تكنولوجي موجود النهاردة في العاصمة الادارية الجديدة احنا عشان نتكلم من قول المدينة زكية فلازم يكون لها شوية من المقاومات والمحاور اللي تكون متوفرة فيها عشان الهدف الاساسي فيها أن يتوفر الرفاهية او الحياة السليمة للمواطن عشان توفر الكلام ده بتتحرك في مجموعة من المحاور في نفس التوقيت تقريبا تبدأ ان هي يازم يكون عندها بنية تحتية البنية التحتية دي تكون لها مواصفات عالمية وصلة لحد كل مشترك او كل مواطن في البيب بتاعه متوصلة من خلال مراكز اتصالات موجودة في المدينة بالكامل مراكز تحكم؟ لا غير مراكز تحكم كما مراكز اتصالات عشان توصل المنازل دي لحد الخدمة اللي هتوصل لها مراكز بيانات بتجمع البيانات الخاصة بالمدينة عشان بها في تكامل بين البيانات بينها وبين بعضها فتتحول المدينة لمدينة رقمية تقدر بعد كده توفر حياة بمجموعة من الخدمات الزكية للمواطن زي انه هو يوفره نقل زكي يوفره خدمة السمارت لايتينج اللي هو الاضاءة الزكية خدمة السمارت باركينج يبقى في الاخر هابدينه مجموعة من الخدمات فالخدمات دي بتحتاج في الاخر مني شوية محاور ومقاومات اشتغل فيها في نفس البيانات يعني احنا النهاردة نقدر نقول ان احنا بنتعامل بالتحول الرقمية في العاصمة الادرية الجديدة فالنهاردة هي مدينة زكية طب حضرتك بقى شرح لنا ايه اهم او ابرز الاجزاء في قطاع التكنولوجيا ابرز الاجزاء احنا عندناها طب زي مولدك حراك كده المرحلة الاولى طبعا اي مشروع من المشروع ده كده مشروع استراتيجي لازم نقسمه على مراحل اول مرحلة تبقى مرحلة التصميم والمرحلة دي مهمة جدا لان هي دي اللي بتفرق على شكل المدينة الزكية اللي هتبينه التصميم دوت لازم يكون متواكب مع التكنولوجيا الحديثة لازم يكون قابل للتطور والتطبيق يعني مثلا التصميم بتاعنا بدأ من 2016 مقدرش افضل نهاردة في 23 او 20 انا ماشي بتطبيق 2016 لأ التصميم بيتطور مع تطور الزمن بياخد من التكنولوجيا الحديثة بياخد الكود اللي تطلع في الاخر ان انا بقى عندي شوية نقط حاكمة وانا بطلع المدينة الزكية بتاعتي عشان لما ببتدي مراحلة التنفيذ يبقى عندي الاساس اللي انا بنيت عليها التصميم ازاي ايه يا فندي؟ ان انا ازاي يبقى عندي بنية تحتية فيبر واصلة من مراكز الاتصالات لحد كل مشترك او كل مواطن في المدينة ازاي يبقى عندي مركز بيانات بيغتم المدينة كلها ومترابط البيانات ديت معها بينها وبين بعضها ازاي يبقى عندي مركز يتابع ادارة المدينة يشوف الخدمات اللي شغالة الخدمات اللي فيها مشكلة يتواصل مع المواطن المواطن لو عنده شكوى المواطن لو عنده اقتراح المواطن لو عنده خدمة عايز يوصلها أو خدمة عايز يقدم عليها لازم فيه مركز بيتعامل معه في الموضوع ده إزاي بعندي مركز سيطرة أمني بيتحكم في المدينة أمنيا بيتحكم في المرور بيتحكم فيه اللي يتلقى البلاغات والحوادث إزاي بعندي وسيلة أتواصل بها مع الجمهور وحقق له متطلباته سواء كانت متطلبات يتطرب خدمة أو طلب شكوى في وقت قليل ومن دون بقى أنه يروح بقى زي ما كنا متعودين قبل كده لا خلاص إحنا متحول بقى للشكل الرقمي للشكل المدينة اللي احنا عايزين نقول فيها مدينة الحياة الرفاهية يعني إحنا شايفين عاملين كتير قوي شغالين النهاردة في الكطاع التكنولوجي ودي حاجة جديدة قوي مرة تكون عندنا في مصر إزاي بتدربوهم على العمل في الكطاع التكنولوجي المراحل المهمة في أي مدينة زكية هي مرحلة التشغيل والصيام صحيح لأن انت ممكن تبقى عامل المدينة صممتها كويس نفستها كويس بس في الآخر ما بقى عاش عندك الطاقم اللي هو يقدر يشغلك المدينة بالأسلوب الصح أو الطاقم ليصون أو يعمل الصيانة السليمة للمدينة فساعتها مش هتقدر تحفظ على كفاءة الخدمة اللي انت يتقدمي إحنا عشان نتخطى حتة التشغيل دي احنا تعقلنا مع شركات عالمية الشركات دي هي المسؤولة عن التشغيل وهي كمان دربت مجموعة من الموظفين تبعها وتبع العاصمة الإدارية يبقى هم المسؤولين عن تشغيل الخدمات صيانة المباني صيانة مرأبة الخدمات نفسها فاعتمدنا على شركات عالمية متخصصة هي اللي تبقى مسكة حتة التشغيل والصيامة أنا أحب أشكر حضرتك جدا وعلى استضافتك وكمان لينا النهاردة هنا في المركز بشكرك شكرا